اشتركوا في القناة وليتستمعوا الى اهم توقعاتها في الوقت الحالي انتظروها قريبا على قناة تلفزيون الابيض عنون الاسراء غير المشروع بشأ طريقه وبيترتب عليه تداعيات كثيرة والبعض منها بيلامس حدود الدم والجريمة موج من الانتقام والتنكيل والحريق بالطال بفضاع حرومات وممتلكات زعماء وسياسيين ومسئوليين ورؤوس كبيرة التسنامي من الاعتكافات والانسحابات والاستئالات من اعلى المراكز والمناصب حتى اصغر الوظائف المدنية وحتى العسكرية مشهد واكتر من مشهد رح يشفوا غليل الناس وقت اللي رح يشوفوا الشعب عم بيزل ويهين ويمسح الارض بعدد من موظفين الدولة الفاسدين بالصورة والصوت رح نشهد على مسائلة اللي قبضوا وما اشتغلوا اللي يزوروا اللي ينصبوا اللي احتالوا اللي يتوظفوا بالباطل اللي عملوا قوينين عقياس مصالحهم اللي يستغلوا مراكزهم بالدين والدنيا وبعد المسائلة رح نشهد على الحساب رح يمد البنك الدولي لقلنا ايد مش ايدتين الكهرباء ثم الكهرباء ما رح تبقى مجرد ملف وارقام وعددات الكهرباء رح تكون ملفات مليانة فضايح واسماء وارقام ولغزل الغاز اللي اسمه الكهرباء الى حل ومغارط علي بابا الى اقفال والمتورطين الى الحساب ومن بعد كلها ورح تجي الكهرباء بكل حزب من الاحزاب اللبنانية رح يفرز مجموعة ما بتحمل من حزبة الا اسمه والذكريات بتنشوف اشتراكة مش اشتراكة مستقبل مش مستقبل مردة مش مردة كتائب مش كتائب عونية مش عونية قوات مش قوات وغيرون وغيرون حتى ناس من امل مش امل وصولا الى شباب حتى من حزب الله وكلن عندن هدف تغيير واحد موحد عم بشوف معارك بالسوق العقاري عم بشوف اكتر من طاقة فرج باكتر من حدث استثنائي بتكسر جمود السياحة رغم الانهيار الاقتصادي الكبير واللي عم بيكبر اكتر رح منشوف المؤسسات اللي سكرت بوابة رح ترجع تتحدى الاوضاع وتفتح درفة من الدرفتين المدارس والجمعات قصم مننن بيسكر درفة من بوابه وقصم تاني قليل بيسكر الدرفتين فيما يخص القطاع الصحي للمرحلة المقبلة بما فيه المستشبعيات والصيدليات والادوية وغيرون رح تنطفي كم نجمة من نجومه بالنسبة للدهب والاملاك الدولي والخصقصة ومصرف لبنان والمصارف والإفلاس رح يوقف قرارن عند آخر خطوة عنوان الجراءة خلال عرض مشاهد المسرحية الهزلية المأسوية المبكلة المضحكة هاي المسرحية الميلية رح منشوف الأموال والوداع بمشهدين كبار مرة لما منشوفها عم تعمل برمة العروس حفلة هرج ومرج يوم فيه مصاري يوم ما فيه مصاري يوم تبخروا يوم رجعوا يوم جوية لبنان يوم برية لبنان وبمشهد تاني رح منشوف حفلة نهنها نعم الهدف ينهوكم ويتلفولكم أعصابكم حرب نفسية والقصة بدي نفس طويل فطولوا نفسكم وديعكم مرجعين وكمان مرة لو ما بعرف كيف يويو الدولار وسيرك الدولار وألعابه البهلوينية وكترة الأسعار كل هالدويخة تقاف بمطرح واحد تنلقت الدولار على الواطي ونلقته على العيلة وما يقدر يهرب بنا خميرة 17-20-2019 رح ترفخ بخبز انتفاضة 2021 الثورة الانتفاضة من النظر على التطبيق من شعار كلهم يعني كلهم على المفرق واحد ورا واحد راس ورا راس يخلصت الانتفاضة فرصتها السنوية وعطلتها القضائية وراجعة تولى على الأحداث سلمية ومش سلمية من أهم اللي عم بقرأ هالجملة الغاز المرفق إلى انكشاف بموضوع الترسيم بدي أقول مع كل اللي رح يرافق عملية الترسيم من محاذير ومخاطر ومحذورات ومشاهد صادمة رح نقدر ناخد بإمكاناتنا المحدودة أكبر بكتير من اللي رح تاخده إسرائيل بجبروتا أما موضوع التطبيع اللي شاغل المنطقة وعم ينذكر فيه اسم لبنان فما رح يكون لا متل مبدن الإسرائيلية ولا متل مبدنا نحن بالحد الأقصى تواصل محدود بأسلوب خارج بروتوكولات التطبيع المصالح الكبرى بتتعارك على وج الماء بين أقطاب النفط والغاز وعم شوف أنه الصدمة اللي ولدها لبلوك أربعة رح تلغية صدمة معاكسة من شأن قلب معادلة النفط بلبنان والنفط رح يفرض نفسه مفتاح من أهم المفاتيح الكبيرة للحل المالي بلبنان بين ليلي وضحاها وبعد ما يشبه عزل لبنان بينفتح أكتر من باب وممر على لبنان الرسمي تنشوف تسابق لانفتاح للانفتاح على لبنان من عدة دول وبداية مشوار الدعم بالنسبة للكورونا وسلالاته ومشاهد الرعب اللي رح ترافق نتائج انتشاره بأكد عوجود دواء سخيف وبسيط وبزيد تقول أكتر من دواء ولو ما بعرف اسمه وهويته واللي قلقني هلأ هو سبب حجبه عن الناس هل هي بورصة تجارة حرب اقتصادية سيسية تنزيل رقصة تطلع رقصة ما بعرف الرغم كل الشح والقل اللي رح نعيشهم بيبقى الجوع ممنوع وبكفي لبنان باللي بيبقوا ولو بيوقعوا وحده الأمن أمنينه أكتر واحد ممسوك بأيد على القليلة بالأعلام والمواقف والتصريحات واحد مش ممسوك لا بأيد ولا بأيدتين والانفجارات والاغتيالات والفلتان الأمنى وغيرهم رح يكونوا هن البرهان أما النوع الثالث والأهم والأخطر واللي بيمنع الحرب الأهلية فممسوك بمية إيد طالما حزب الله حاليا بده هيك المغتربين إلى الواجهة من جديد ورشات عمل على وسع الانتشار استراتيجيات وحملات وأهداف وجوه برزة دينية ومدنية بيتضامنوا لإعادة بس الدم والأمل بشرعين الوطن بالنسبة للمطار بقلكم إنه شغلني متل ما شغل كتير من الناس وكتير أنا خايف منه وكتير خايف عليه واللي بتوقعوا إنه بعد صايبات العين ينصاب هو واللي بدهم ما يزدهر المطار هني كتار ورح تتفاجأوا كتير إذا بقلكم مش بس إسرائيل كتار من اللي كانوا محسوبين أصدقاء للبنان مش قاعدة كمان ما بدهم إنه يزدهر المطار بس هالمطرح رح يكون هو المحور وعم درجه فوقه تحته وحوله رح تتجمع الحجج والأسليب والنتائج ألأكن من إسرائيل بمحله نتنياهو دلنا على هدف واحد لا يضربه زيادة علي أنا شايف تخطيط لاستهداف مطارع تانية مخططات عسكرية بيكون أحد أهداف نشر الرعب بين الناس ودفعهم لترك بيوتهم والنزوح مبقّة عن بعض المناطق حتى عن بيروت وبختم هالعرض الشامل تقول من جديد واحدة الأعجوبة رح تعمل الحل الأعجوبة بلبنان واحدة الأعجوبة رح تعمل الحل الأعجوبة بلبنان اسمه الحل الأعجوبة هاي بالنسبة لللوحة اشتركوا في القناة